موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أحبائي في قناتكم ايكول جبيرة هنا نرى مرشدي مرشدي في اللغة العربية للمستوى الخامس ابتدائي الأسبوع الأول تقويم تشخيصي الدرس اللولاني النص القرائي مغربية في الوقاية المدنية الإيطالية اسمها نادية الخديدي هي مغربية من مدينة طنشا حققت قصة نجاح باهرا في إيطاليا طموحها كبير إلى الارتقاء وعزمتها قوية لبلوغ المستحيل لقد قدمت إلى هذا البلد قبل أزيدة من 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 أزيدة من ثلاثين سنة نادية الخديدي إلى إيطاليا ثلاثين سنة ودرست فيه لتسير مسؤولة الرفيعة في هيئة الوقاية المدنية الإيطالية قررت نادية وعمرها لا يتجاوز 18 سنة يعني كان جاءت عند 18 سنة مغادرة مدينة إيطاليا يعني غادرت طنجا وهي عند 18 سنة حتى الغد 30 سنة في إيطاليا إلى أوروبا للدراسة وخوض تجربة البحثية عن عملين وتمتيل بلادها أحسن تمتيل نزلت نادية بإيطاليا وحلت بالعاصمة روما واستقرت بها بعدها أخذت تعمل جيبي جدين من أجل مزيد من التحصيل العلمي والتكوين نالت شهادة المعصطر وخررت أن تجد عليها مكانة في المجتمع الإيطالي لكنها استضمت بقلة الفرص العملي فتنقلت بين مهن مختلفة غيرها أنها لم تقتنع بمهن عادية لا توازي طموحتها فعوادت البحثة عن فرص عملي بديلة لا تريد أن تكون مزيئة كانت أولى خطوة نحو مصاري مهني المتميز أنها عملت موظفة عدة الساعة وكان هكذا صارت ترتقي مع توالي السنين وتراكم الخبرات إلى أعلى المناصب فقد أضحت أول مسؤولة أول مسؤولة عربية مكلفة بالعلاقات الدولية في جهاز الوقاية المدنية التابع للرئاسة الوزراء في إيطاليا مظيفة ومكانة رفيع فقد صارت اليوم أكثر اقتناعاً بأن كل قامح في مستقبل أفضل سيبلغ سيبلغ مبتغاه كيفما كانت الصعوبات كما تأكد لديها أن المرأة المغربية سمتعوا بقدرتين فائقة على تطور بسرعة وعلى تحمل المسؤوليات الكبيرة وتحقيق ذاتها وأهدافها وهو ما يؤهلها لاحتلال مواقع متقدمة في بلدان الاستقبال ماذا؟ قرأناها وفهمناها تقرأ النص وطلاقة وفهمة ما نطلب منك هنا؟ أقرأ الولانية ما قال كلنا؟ أقرأ فقرة من النص قراءة التزيم فيها بما يتيم فقرة تقرأها جيدا نقرأ كلها ما قالك؟ أتلفظ المقاطع وأميز بين القصيرة والطاويلة ولا أخلط بينها أتلفظ الكلمات تلفظا سليما وأرأي علامات الوقف أقرأ الفقرات بطلاقة دون تعثور أو تهج صحيح؟ ثم كذلك يا الله أستعمل المعجن أملأ خريطة الكلمة بارازا 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 ما هو بارازا؟ بارازا هو ذهارة ما هو النوع؟ فعل يسمى حرف بارازا بارازا هو فعل 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 المعنى بارازا؟ ذهار ذهارة أرفع صوتك ذهارة وضعها؟ غاب اختفى 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 ظهر القمر اختفى القمر جملة ظهر بارازا بارازا الهلال نحن نقول لك بارازا الهلال في الليل السماء بارازا الهلال في السماء بارزا الهلال في السماء بارازا وظهر لنا أكمل عائلة الكلمة دراسة دراسة من العائلة لها لها دال وراء والسين كلمة الأساسية دراسة 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 مدرسة مدرسة دراسة دراسة أضع hormonal كروة في مكان الشرح المناسب لكلمتي نزل حالها عائلة أي ماذا؟ يعني هبطت حلت نزلت خلالها بأرض روما أي حلت بأرض روما مدينة في إيطاليا نزلت إلى السوق لشراء الخضاري هبطت إلى نزلت إلى السوق لشراء الخضاري السوق هنا ونزلت إلى السوق ماذا تسمى؟ نزلت إلى السوق حلت 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 نزلت من الطابق الثالث في الطابق الثالث ونزل إلى تحت نزلت من الطابق الثالث هبطت نزلت الأمطار وغزيرته فها طالت أفهموا وحللوا أضعوا سطرا تحت الجواب المناسب مكتت نادية الخدايدي في المهجر ثمانية عشر سنة ثلاثون سنة المدة ما بين ثمانية عشر وثلاثون سنة المدة ما بين ثمانية عشر وثلاثون سنة هذه هذا هو الجواب الصحي لماذا؟ أنها غادرت طنجة وهي لا تتجوز ثم مكتت إلى هذا البلد قبل أزيد من ثلاثين سنة أذكر من القائمة ما لم يكن سببا في هجرة نادية لماذا كان سببا في هجرة نادية؟ التعلم والدراسة؟ لم يكن لم يكن سببا لماذا كان السبب؟ لماذا كان السبب؟ مثلا ندير عليه بالحمر هل تعلموا الدراسة؟ لا السياحة والتجول؟ لا نعم لم يكن السبب البحث عن العمل لا ندير لن تلونه لم يكن سبب الزيارة الأهلي؟ لم يكن سبب لم يكن سببا متأكد متحنا مج compliance أصير على كل مرحلة احد الأحيان وجدت وظيفة راقية على أسلاك الدولة ما يلا ت Freunde؟ وظيفة راقية على أسلاك الدولة ما يلا histó zwakover لأنها نادية مسؤولة في دولة المهجر جيد هاجرت إلى إيطاليا للدراسة هاجرت إلى إيطاليا للدراسة ماذا تعني؟ نادية تريد اندماجها في المجتمع نادية شابة نادية شابة نادية شابة أنهت نادية شابة نادية انتهت دراستها انهت بدأت تبحث عن عمالين نادية سيدة الاندماج في المجتمع ندامج مع المجتمع العطالي جيد إلا هنا ينتهي الفيديو نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله نكمل فيه ترس إلا هنا ينتهي الفيديو دوبتر عزيلا